السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في التمرير الرقم جوج من درس الاحتمال نبدأ بقراءة موطيات التمرين يحتوي الصندوق على قرصين بيضاوين وأربع أقراص سوداء وستة أقراص خضراء إذن نسحب تآنيا ثلاث أقراص من الصندوق جميل أقراص لها نفس احتمال السحب السؤال رقم واحد أحسب احتمال سحب قرصين سوداوين بالضبط السؤال جوج أحسب احتمال سحب ثلاث أقراص من نفس اللون السؤال رقم ثلاثة أحسب احتمال سحب قرص على الأقل من اللون الأسود إذن نحول للقرص التمرين على نوحة الصندوق فيه كرتين بيضاوين أربع كرات سوداء وستة كرات خضراء المجموعة لدينا 12 كرة السحب التجريبة نسحبه تآنيا ثلاث أقراص من الصندوق دائما ممكن نكون عادة من السحب تآنيا كنستعمله التأليفة يعني الكومبينيزوم إذن لي يكون أوميغا كون إمكانية هذه التجريبة إذن الكاردينال ديال أوميغا إذن الكاردينال ديال أوميغا فهتجريبة أقومنا بسحب ثلاث أقراص من بين 12 وحنا عدنا السحب التآنيا إذن كنديرو الكمبينيزوم يعني سي 3 من 12 سي 3 من 12 كتسوينا مئتين وعشرين الآن نشوفو نشوفو اللي هو احتمال الحصول على قرصين سوداوين بالضبط إذن قرصين سوداوين إحنا كنسحبه تلسة ديال الأقراص إذن كن عندنا نواغ نواق وعيكون عندنا القرص الثالث يعني غير أسود إما أخضر أو أبيض إذن الكاردينال ديال أ شحلت يساوي إذن الكاردينال ديال أ إذن هنا عدنا نسحب قرصين سوداوين عدنا مجموعة أقراص السوداء هي أربعة وبالتالي سيكون عدنا سي جوج من أربعة والقرص اللي يبقى التالت سيكون من الأقراص الغير سوداء أي ثمانية الأقراص اللي يبقى يعني قرصين بيضاوين وستة أقراص خضراء أي واحد من ثمانية إذن إلا استعملنا لألحسبة فغلق الجوداء تساوينا ثمانية وربعين إذن الاحتمال بديل أ هو الكاردينال ديال أ على الكاردينال ديال أوميغا أي ثمانية وربعين على مئتين وعشرين إذن بعد الاختزار غيجينا ناش كيختج بعدد أربعة على خمسة وخمسة الآن درجو السؤال الموالي اللي هو احتمال الحصول على ثلاثة أقراص من نفس اللون إذن نحصل على ثلاثة أقراص من نفس اللون إذن نحصل على ثلاثة أقراص بيضاء أو ثلاثة أقراص يعني ثلاثة أقراص سوداء أو ثلاثة أقراص خضراء يعني فغغ فغغ إذن الكاردينال ديال ديال بي إذن ثلاثة أقراص سوداء يعني سي ثلاثة من ربعة من عدد الأقراص السوداء أو زائد ثلاثة أقراص خضراء أي سي ثلاثة من مجموعة أقراص الخضراء اللي هو الس إذن أربعة زائد عشرين كأتنا أربعة وعشرين وبالتالي الاحتمال ديال الحدث بي كي ساوي الكاردينال ديال بي على الكاردينال ديال أوميغا أي أربعة وعشرين على مئتين وعشرين إذن الاختزال بالعدد الأربعات يبقى لنا ستالة خصة وخمسين إذن ديبان دوزو الآخر سؤال اللي هو الحصول على قرص أسود على الأقل إذن ب أو السي نصبروا حدث السي إذن الحصول على قرص أسود على الأقل على الأقل إذن هنا لدينا طريقتين للإجابة قد نحاول نستعملوا الطريقتين بجوج إذن الطريقة الأولى قد نعتبر واحد السي السي يعني الحدث المضاد ديال السي إذا كان السي الحصول على قرص أسود على الأقل فالحدث المضاد دياله غي يكون عدم الحصول على قرص أسود أي الحصول على ثلاث أقراص غير سوداء يعني غير ندلوها بهذا الشكل هذا ان بار ان بار ان بار ان بار كتعني عدم الحصول على قرص أسود إذن نحسبوها بحاليا الكاردينال ديال السيبار إذن الكاردينال ديال السيبار يعني كان حصول على ثلاث أقراص غير سوداء يعني سي ثلاثة من ثمانية يعني مجموعة أقراص الغير سوداء إذن غير ديال ستة وخمسين وبالتالي بديال السيبار كعطنا الكاردينال ديال السيبار على الكاردينال ديال أوميغا إذن هو سوخمسين على ميات ويشترين أي أربعة أش على خمسة وخمسين بعد الاختزال إذا نحن نقلبه على الاحتمال ديال السي وبالتالي عدنا علاقة بين الاحتمال السي والاحتمال ديال بي سيبار إذن الاحتمال سي كي سألنا واحد ناقص بديال سي بار إذن هي واحد ناقص 14 على خمسة وخمسين نحن 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 نلقى 41 على 55 إذن هذه الطريقة الأولى كان طريقة ثانية إذن نسبل الطريقة الثانية إذن طريقة الثانية الحصول على قرص أسود على الأقل إذن شنو من الاحتمالات الممكنة إما سنحصل على قرص أسود وباقي الأقراص يعني غير سوداء أو قرص ثاني سوداء وين والقرص الثالث غير أسود أو ثلاث أقراص سوداء يعني ثلاث الإمكانيات إذن الكاغ دينا دي شنو غادي سي إذن في هذه الحالة عدنا قرص أسود يعني واحد من أربعة وقرصان غير سوداء أي سجوج من ثمانية ثمانية الأقراص الغير سوداء أو يعني زائد قرصان سوداء يعني السجوج من الأقراص السوداء وقرص غير أسود أي واحد من ثمانية وفي الحالة الأخيرة ثلاث أقراص سوداء أي ثلاث من أربعة إذن إذن كيمكن نحسب هذه الأعداد هذه سوداء هنا 4 في 28 زائد 6 في 8 إذن يمكن لكم تستعمل الآلة الحاسبة إذن نحسب المجموعة سوداء 164 60 إذن الاحتمال ديال الحادث سي سيكون هو الكاردينال ديال سي على الكاردينال ديال أوميغا أي 164 على 120 كنخصص تبقى لنا 41 على 55 يعني نفس النتيجة غلق موسيقى